بسم الله الرحمن الرحيم موطن وتاريخ العصفر لا يمت بأي صلة للزعفران بالرغم من أن أزهار الزعفران لها نفس استعمالات العصفر ولأن العصفر رخيص الثمن وإنتاجه أوفر يستعمل لغش الزعفران الباهظ الثمن وذلك للتشابه بين الاثنين يزرع العصفر بكثرة في الهند والصين وأجزاء أخرى من آسيا وفي مصر وجنوب أوروبا والشرق الأوسط والعصفر نبات تستخدم منه الزهرة ومن البذور يستخرج الزيت يعني نستخدم زهرة العصفر ونستخدم بذوره لاستخراج الزيت طريقة الاستعمال إما منقوم أو مطبوخ أو صبغة أو كمس حوق أو زيت ويتوفر العصفر على شكل شاي أو مستخلص أو كابسولات أو سائل رح نبدأ بفوائد العصفر أهم ما في العصفر أنه غني بمادة الأوميغا 6 وهذه المادة تساعد على تنظيم مستوى الكريسترول بالجسم والقضاء على الكريسترول الضار وبالتالي بتألل احتمالية الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين والجلطة والسكتة القلبية ولمرضى السكري فإن مادة الأوميغا 6 تساعد أيضا على تنظيم مستوى الجلوغوز بالدم وبالتالي يساعد في علاج مرض السكري بل والوقاية منه ألم الصدر والذبح الصدرية أظهرت الأبحاث المبكرة أن اللون الأصفر للعصفر وهو إحدى مكونات زهرة العصفر مفيد لألم الصدر حيث يحسن حالة الذين يعانون من ألم في الصدر بالنسبة للتهاب الكبد C يقلل من الانزعاج العام والانتفاخ والغثيان والقيء لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي C بالنسبة للسكتة الدماغية أظهرت الأبحاث أن إعطاء مستخلص العصفر عن طريق الوريد في غضون 72 ساعة من الإصابة بالسكتة التي تسببها جلطة السكتة الدماغية الإقفارية والاستمرار على ذلك مرة واحدة يوميا لمدة أسبوعين يزيد من فرصة تحسن وظائف المخ عند استخدامه مع الدواء القياسي للسكتة وهذا طبعا بإشراف طبي حالات تقشر الجلد تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تناول زيت العصفر الذي يحتوي على فيتامين E وحمض اليونوليك عن طريق الفم لمدة تزيد عن 8 أسابيع يمكن أن يحسن جفاف الجلد وخشونته لدى الأشخاص المصابين بالعدوى بالنسبة للسمنة العصفر حل مثالي لمن يحاولون فقدان الوزن لأنه غني بمادة الأوميغا 6 والتي تعمل على زيادة حرق الدهون وتقليل تخزينه وهذا بدوره يجعله زيت من الزيوت النباتية المثالية للطهي لذا ينصح بإضافته إلى النظام الغذائي لمن يحاولون إنقاص الوزن والتخسيس بالنسبة للعناية بالشعر ولأنه غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية وتزيد من تدفق الدم وتحفز الدورة الدموية بفروة الرأس وتزيد نمو الشعر وتقوي بصيلات الشعر أيضا تزيد من لمعان الشعر وحيويته لذا يستخدم زيت العصفر في مستحضرات العناية بالشعر وأما بالنسبة للبشرة فللعصفر دور في تفتيح مسام الجل والقضاء على الرؤوس السوداء والبثور كما أنه يجدد خلايا البشرة ويقلل من آثار الجروح والندب بالجل ويعالج الكدمات وتصنع منه عجينة لعلاج الدمامل ويعمل على تقليل التجاعد وعلامات التقدم بالسن أيضا بالنسبة لأعراض الدورة الشهرية تعاني الكثيرات من أعراض الدورة الشهرية من آلام وتقلصات وشعور بعدم الراحة ولكن هناك دائما الحل للطبيعي الآمن بدون أعراض جانبية في الطب البديل لعلاج كل هذه الأعراض فإن العصفر ينظم نسبة الهرمونات التي يسبب عدم توازنها في كل هذه الأعراض وزيت العصفر مفيد لفترات الحيض الغائبة أو المؤلمة أو لتحفيز الدورة الشهرية وزهرة العصفر تحدث الإجهاض بالنسبة للمناعة يساعد العصفر لما به من مواد عالية القيمة على تقوية المناعة وبالتالي حماية الجسم من الكثير من الأمراض أما شاي العصفر فيستخدم كمادة ملينة ومدرة للبول ويساعد في علاج الحمى والحصبة والطفح الجلدي ويصلح للكبار والأطفال أيضا يخفف تجلط الدم ويعالج مشاكل المعدة ويستخدم كملي طبيعي يساعد في خفض الحرارة أيضا يخفض مستوى الكريسترول بالدم وينشط وظائف الكبد ولعلاج الشريان التاجي وجلطات ومشاكل الدورة الشهرية ونزول الطمث واليرقان وآلام البطن بعد الولادة تأخذ زهور العصفر بمفردها أو تخلط مع زيت الزيتون إن الأحماض اللينولينية واللينوليك في زيت بذور العصفر قد يساعد في منع تصلب الشرايين وخفض الكريسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحتوي العصفر على مواد كيميائية قد تؤدي إلى منع الجلطات وتوسيع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم وتحفيز القلب أما فوائل العصفر للخوف والهلع تحتوي عشبة العصفر على نسبة كبيرة من عنصر فعال في تهديئة العصاب وهو عنصر التربتوفان الذي يعتبر مهدئ جيد للأعصاب وهذا لقدرته على التحول إلى هيرمون السيرتونين والذي يعرف بهرمون السعادة وتحتوي هذه العشبة أيضا على مادة الزينك التي تساعد في التخلص من الخوف والهلع عند الكبار والصغار حيث أنه يعمل على تقليل إفرازات الهرمونات التي تسبب قلق وخوف مما يجعله قادرا على علاج المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والحزن وغيرهما فمن المعروف أن المريض الروحي يعاني من بعض الأعراض النفسية التي تظهر في بداية مرضه والتي ليس لها سبب محدد كالبكاء أو الحزن بلا سبب وتعرف هذه العشبة من القدم حيث كان يوجد مرض يعرف باسم الشلل المؤقت الناتج عن الاضطرابات النفسية والذي استخدمت له هذه العشبة فشفي المرضى وتحسنوا أما في مجال التصنيع فيحتوي العصفر على مادتين ملونتين هما حمراء وصفراء الحمراء أهم من الصفراء لأنها تستعمل عادة في دباغة الحرير صباغة الحرير واللون الأحمر يمزج مع بودرة التلك لصناعة ما يسمى بالروج الذي يستعمل لصباغة شفاه النساء ويستخدم زيت بذور العصفر كمذيب للطلاء لهو الدهان أيضا هناك آثار جانبية لاستخدام العصفر مثل أي عشبة تانية له آثار جانبية فإن تناول نبات العصفر أو زيت العصفر آمن ولا يتسبب في أي مخاطر إذا استعمل بالطبيق بشكل عادي وكذلك الاستخدام الموضعي على البشرة أو الشعر وبالنسبة للأطفال فهو آمن أيضا ولكن تحت إشراف الطبيب أو بعد استشارته ولكن يجب عدم استعمال العصفر في فترة التلقيح أي التطعيم بالنسبة للحمل والرضاعة ينصح بعدم تناول الأزهار لأنها قد تسبب في انقباض الرحم والإجهاض بالنسبة لسيولة الدم والنزيف الأمراض التي يصاحبها سيولة الدم ونزيف مثل قرحة المعدة ينصح بعدم تناوله لأنه يزيد من السيولة ويقلل من التجلب أيضا يجب عدم تناوله قبل إجراء العمليات الجراحية وينصح بتجنبه لمرضى الضغط المرتفع لأنه قد يزيد من ارتفاع الضغط ويجب عدم استعمال العصفر مع الأدوية التي تؤثر على مناعة الجسم وخاصة بعد عمليات زراعة الأعضاء حبيبنا هذا باختصار حول فوائد ومحاذير وطريقة استعمال العصفر وطرق استعماله للإستفسار والمقترحات وأي سؤال حول هذا الموضوع أو غيره يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا ومنرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته